السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا فيه احسن الاحوال يا رب اليوم غدي نحضر معكم بحلاوة مغربية بالكوكاو من اسهل وقلد الحلويات من الحلويات الاكتر طلبا الي اعجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوش خليوا لايك واتبارتاجوا مع اصدقائكم لتعم الفائدة نشوفوا المكونات وطريقة تحضير نحتاج 500 جرام من الدقيق الابيض دقيق انا غربلته من قبل نضيف ملح ملعقتين كبيرتين سكر غلاسي او سكر سقيل نضيف عليهم 25 جرام من الزبدة انا الزبدة اللي استعملت زبدة حيوانية من الافضل الزبدة تكون نوعية جيدة باش الحلوة تجيبنينا ويجي الطعم ديالها زوين دخلت الزبدة في الطحين من بعد ضفت نصف كأس من ماء الزهر نجمع العجين بماء حسنا حصل على العجينة ما تكونش مرخوفة بثاف وما تكونش قاسها بثاف العجين ما غديش ندلكه غير غير نجمعه فقط هذا هو القوام دي العجين اللي حصلت عليه كيف كتشوفه العجين ما دلكتها غير جمعتها غطيتها بكيس غذائي ونخليها ترتاح لمدة ساعة عندي كيلو جرام من الكوكو بدون قشر ضفتليه القليل من الزيت كنده الكوكو مزيان بالزيت وندخله الفرن يتحمر ادوي الشكل دي الكوكو بعد ما تحمر وخرجهم الفرن نطحنه في مطحانة وضع النصف دي الكوكو في المطحانة نضيف عليها منعقتين كبيرتين من السكر غلاسي أو السكر سقيل ونطحن الكل جيدا ما غديش نطحنه مزيان حتى يقول لي بودرة غنخليه شوية مهارمج ديك تهرميش الرقيقة هذا هو الشكل دياله كيف كتشوفه ونعود نطحن نصف الكمية اللي بقيت ليه دي الكوكو ونضيف عليها منعقتين كبيرتين من السكر غلاسي أو السكر سقيل الكمية دي السكر غلاسي اللي استعملت في الكيلو دي الكوكو تقريبا كأس إلا ربع سوف ينطحن هالكمية اللي بقيت ليه بنفس الطريقة اللي طحنت بها الكمية الأولى نخليه شوية مهارمش ديك تهرميش الرقيقة هذا هو الشكل اللي حصلت عليه نضيفه على الكمية الأولى اللي طحنت نضيفه على الكمية كل هذي الكوكو اللي طحنت في هاد القصعة نضيف ملعقة صغيرة من القرفة متحونة ميتين قرام من الزبدة دائما زبدة حيوانية زبدة تكون نوعية جيدة ونجمع المكونات حتى نحصل إلى العجين أو عقدة دي الكوكو هذا هو القوام اللي حصلت عليه كيف كتشوفه من بعد كانت طلق هاد العقدة بالمدلك أنا عملت كيس غدائي من التحت وكيس غدائي من الفق وكانت طلق العقدة بكل سهولة أنا بدي سبيل العقدة هي اللي أولا طلقتها باش هي لاجيت نخدم العجين ما ينشفش ليا يعني نخدمه بسرعة سافيك نطلق العقدة حتى تاخد المقاس دي الصينية اللي غنعمل فيها الحلوة وكنا نوضع الصينية فوق العقدة دي الكوكو اللي طلقت باش نتأكد من المقاس نوضع العقدة جانبا العجين من بعد مرتاح قسمتوا إلى نصفين نصف نغطيه بكيس غدائي ونصف نطلقه بالمدلك رشيت سطح العمل بالقليل من الطحين وكنطلق العجين بكل سهولة نطلقه بكل سهولة نطلقه زيان حتى كي يولي رقيق من بعد نوضع الصينية فوق العجين ونزو الجوانب نخلي العجين شوية زايد العجين اللي غدي نوضعه في الصينية نخليه شوية زايد نزو الجوانب ونوضع العجين في المدلك على هات الشكل هذا نوضع العجين في الصينية بكل سهولة الصينية دهنتها بالقليل من الزوضة المقاس دي الصينية 30 سنتيه على 34 ونقاد العجين على هات الشكل هذا كيف كتشوفو أنا الساعة نتسبيه متلك صغير العجين خاصو يكون رقيق بزيف من بعد نزو الجوانب الزوائد اللي كان في الجوانب من بعد نوضع الحشوة دي الكوكاو نقادها جيدا نستعن بالمدلك صغير باش نحصل على طبقة تكون مقادة نوضع الثانية جانبا وندوز باش نطلق العجين الثاني كنت هنطاولة العمل بالقليل من الطحن ونطلق العجين بالمدلك بنفس الطريقة اللي عملت في الأول نطلقه مزيان حسنا نحصل العجين يكون السمك دياله باش نطلق العجين مزيان من بعد نوضع الثانية فوق العجين ونقطع الجوانب نقطع الجوانب ونخلي شوية زيادة في العجين اللي غا نوضع في الثانية باش لا تقلصت لي العجين في الثانية يعني كيكونوا عندي كي تكون عندي الزيادة سوف نهز العجين في المدلك بهالطريقة ونوضعها في الصينية فوق الطبقة ديالكوكو كان قدهم زيان بيديع لها الشكل هذا من بعد نزول العجين اللي زيت في الجوانب العجين خاصو يكون رقيق باش الحلوة تجيزوينة وتجي طيبهم زيان سوف يكنزول الجوانب كاملين او الزوائد اللي كان في الجوانب كلها نقادهم زيان بيدي سوف نسعن بهذا المدلك الصغير نقاد به العجين مزيان من بعد نقطع العجين انا عملت مستارة باش يجوني المربعها سم قادتين في الاول غير كنعلم بالسكين من بعد نعود نرجع نقطعهم جيدا لاتشكل هذا نقطع هالجوانب اللي ما وصلتش لهم بالسكين في الاول من بعد نقطع بشكل عرضي مغير كنعلم بالمستارة من بعد نعود نرجع نقطع بالسكين جيدا قطعت بالمستارة غيجوني المربعات حجم واحد كنعود نقطع مرة اخرى بالسكين كيف كتشوفو انا حصلت على 90 قطعة اللي عملته صينيه اكبر من هاد المقاس اللي عملت انا غتحصلوا لكمية اكتر صافي من بعد كنناخد اللوز كل قطعة كنغرس فيها لوزة على هات الشكل هذا كنغرس الراس دي اللوزة هو الول على هات الشكل هدا كيف كتشوفو اللوز انا قليته في الزيت نصف قليا باش يجيني مقرمش ممكن ما تعملوش اللوز عملو الكوكاو حتى هوكي جي مزيان تزيان كيبقى اختياري ممكن تزينوها باللوز او الكوكاو اللي متوفر عندكم او اللي بغيتو انا كيف قلت لكم عطاتني 90 حبة الى عملتو صينيه اكبر غتعطيكم كمية اكتر انا عملت هاد المقاس دي الصينيه 30 على 34 بغيتو الحشوة جي شوية غليظة مجيش رقيقة من بعد ندهن بالزبدة زبدة نوازت باش الحلوة جي مقرمشة وجي مدهبة ندخل الصينيه الفرن على درجة حرارة 170 درجة ما نرفعش عليها اكتر من 170 حتى 180 ونخليها حتى الطيب الفرن انا شاعلت عليه غرمل تحت حتى طابت الحلوة نخليها الطيب على خطرها من بعد انا شاعلت عليهم الفق ذات لون دهبي هذا هو الشكل دي الحلوة من بعد ما طابت اخذت حقها في الطيب خليتها طابت على خطرها مباشرة الحلوة سخونة نخوي عليها عسل بارد على هذا الشكل هذا وخديت بانسو كنوزع العسل فوق الحلوة فوق الوجه دي الحلوة نحاول ان الميال الصينية لجميع الجوانب باش العسل يوصل لجميع الجوانب كيف كتشوفو ونوضع الصينية جانبا خليها حتى كتتشرب مزيان هاد العسل حتى كتتبرد تماما وتشرب العسل مزيان عاد كنقطعها ممكن تخليوها ليلة كاملة عاد تقطعوها النهار ثاني هذا هو الشكل دياله كيف كتشوفو ناجحها مئة في المئة وكتجي طيبة مزيان من التحت الحلوة نخليوها حتى كتتشرب العسل مزيان وتبرد تماما كتشوفوها كتشوفوها كاملة وكنزولها من الصينية هذا هو الشكل دياله عن قرب بحلاوة مغربية بالكوكاو من أسهل و ألد الحلويات من الحلويات الأكثر طلباً كتشوفوها من الصينية ستحصلوا على نفس النتيجة أنا أعطتني 90 حبة إذا ضعفتوا المكونات ستعطيكم 180 حبة إذا أعجبكم فيديو ديال اليوم لا تنسونيش من التعليق ديالكم الجميلة من اللايكات ديالكم واسبرتجوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة شكرا